موسيقى مرحبا بكم في قراءة شاملة ليهم أخبار الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من أبريل 2017 ونبدأ جولتنا بأبرز ما جاءت به صخفنا المحلية من عنوين على صفحاتها الأولى ونطالع من صحيفة الأيام العناوين التالية منحو شاح الامتياز وميداليات التعاون للمبدعين الملك نتطلع من الشباب إسهامات عالمية ستة وثمانون موظفا بالحكومة البعينين مليون دينار سنويا تكلفة المتقاعدين العاملين بعقود التعامل مع فرضية سقوط طائرة على منطقة سكنية الحسن نجاح التمرين العملي وتحقيق أهدافه ونقرأ من صحيفة البلاد جلالته منح الشيخ عيشة من تراشد وسام الكفاءة العاهل الإنجاز يبعث على الاعتزاز بعطاء المرأة البحرينية خلال استقباله منتخبي الناشئين والسيدات سمو الشيخ عيسى بن علي إنجازات السلة دافع لمزيد من العمل والتطوير تخفيض أسعار اللحوم والخضار أربعون بالمئة في رمضان ونقرأ من صحيفة الوسط هذه العنوين ناصر بن حمد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كفل الحريات والحقوق دون تفرقة أو تمييز وزير المواصلات للوسط الانتهاء من دراسة إنشاء شبكة القطارات نهاية العام ومع صحيفة الوطن والتي عنوانت خالد بن حمد البحرين اتخذت خطوات رائدة لتشجيع دو الإعاقة نحو الإبداع والتمييز الرمحي معهد التنمية السياسية قادر على تدريب المرشحين دون استنساخ تجارب أخرى عشر مليارات دولار لافتتاح خمسة عشر فندقا في البحرين خلال خمسة أعوام أما صحيفة أخبار الخليج فقد عنوانت وزير الإعلام يؤكد البحرين نموذج يحتذى في تأهيل الكوادر الوطنية مجلس النواب يؤكد تمسكه بعدم قبول الترشح للنواب المشاركين في دورات مشبوهة بالخارج مجلس النواب يبحث فرض الزكاة على الشركات نبدأ مع صحيفة أخبار الخليج التي لفتت إلى أنه تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع أربعة آلاف ومائتي وحدة سكنية في جميع محافظات المملكة حيث أكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان أن وزارة الإسكان انتهت صباح أمس من توزيع شقق مشروع اللوزي الإسكاني كما وبينت الصحيفة أنه في مشروع يعد الأول من نوعه بالبحرين أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن عزمها بنقل عشرة مواقع إلكترونية حكومية كخطوة تجربية للحوسبة التابعة لشركة أمازون حيث سيسهم هذا المشروع في توفير التكاليف والمرونة التشغيلية بالمؤسسات الحكومية مع أهم أخبار صحيفة البلاد التي نشرت أن وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرمحي أشار إلى أمكانيتهم على تدريب المرشحين دون استنساخ تجارب أخرى وأن البحرين لديها مؤسساتها الوطنية الفاعلة والمؤثرة في ترسيخ القيم الديمقراطية إلى ذلك نطالع من الصحيفة أيضاً إنه استجابة لنداء أطلقه وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة بضرورة تخفيف العبء على المواطنين بتخفيض الأسعار قبيل حلول شهر رمضان المبارك حيث قرر عدد من تجار المواشي والخضار والفواكه تبني هذه المبادرة متعهدين بأن الأسعار سوف تشهد انخفاضاً هذا الموسم بنسب تتراوح بين 15% و40% كما ونشرت الصحيفة أنه تم أمس تنفيذ تمرين عملي تحت شعار وطن البحرين 2017 تضمن فرضية سقوط طائرة ركاب على منطقة مأهولة بالسكان حيث تم تنفيذ التمرين بنجاح إلى صحيفة الوطن ونقرأ منها أن الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية ينظم يوم الجمعة مهرجاناً رياضياً يأتي ضمن فعاليات دورة ناصر بن حمد الثالثة للألعاب الرياضية ناصر عشر بالقرب من محمية العرين إلى ذلك نطالع من الصحيفة أيضاً أن كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين أعلنت أن امتحانات القبول ستبدأ اعتباراً من الأحد الثلاثين من الشهر الجاري وتستمر إلى الثاني والعشرين من يونيو المقبل كما ونشرت الصحيفة أن المشروع البحريني الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية حصد تكريماً عالمياً بعد فوزه بأحد الخمس المناصب العليا على مستوى العالم في المسابقة العالمية الخامسة لأفضل الممارسات والتي انعقدت في مدينة مومباي بيلهند خلال الفترة من الخامس والعشرين إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري نتحول إلى صحيفة الأيام ونطالع منها أن تقريراً فصلياً صادراً عن مجلس التنمية الاقتصادية بيّن أن قطاع الفنادق والمطاعم شهد نمواً سنوياً بنسبة ثلاثة بالمئة ويعزو هذا النمو إلى استعداد المملكة لاحتضان خمسة عشر فندقاً من فئتي خمس نجوم وأربع نجوم ومنتجعات شاطئية بقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من عشر مليارات دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة إلى ذلك نطالع من الصحيفة أن جمعية الهلال الأحمر البحريني أعلنت عن جدول توزيع مساعدات شهر رمضان المبارك مؤكدة أنه سيجري توزيع المساعدات في مقر الجمعية بالمنطقة الدبلوماسية في الفترة من الثاني وحتى الثامن عشر من مايو المقبل وأوضحت الجمعية أن المساعدات العينية والنقدية تشمل أكثر من أربعة آلاف أسرة لفتت صحيفة الأيام أن أمانة العاصمة احتلت المركز الأول في أكثر عدد لرخص البناء الصادرة للمشاريع الاستثمارية في المركز البلدي الشامل للربع الأول من عام 2017 حيث بلغت أربعا وثمانين رخصة ثلتها بلدية المنطقة الشمالية بسبع وسبعين رخصة ثم بلدية المنطقة الجنوبية بثلاث وخمسين رخصة وأخيرا بلدية المحرق باثنتين وخمسين رخصة ومع صحيفة الوسط حيث نقرأ منها أنا وزير المواصلات والاتصالات كبال بن أحمد قال إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من دراسة إنشاء شبكة قطارات خفيفة في البلاد في نهاية العام الجاري مشيرا أن فريقا حكوميا يعكف حاليا على دراسة الخيارات المتاحة من أجل تطوير القطاع اللوجستي في البلاد إلى ذلك نطالع من الصحيفة أيضا أن أعضاء مجلس بلدية الجنوبية وافقوا بالإجماع على إعادة هيكلة إجراءات بيع الزوايا من خلال آلية إلكترونية وذلك لتقليل مدة الانتظار التي كان في السابق ينتظرها مقدم الطلب بيّنت صحيفة الوسط أن مجلس أمانة العاصمة وافق خلال جلسته الاعتيادية على مسودة القرار الوزاري الجديد بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية واستحداث آلية جديدة للأسر البحرينية التي لا تملك مسكنا وذلك من خلال تطوير الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البلدية وقبل ختام جولتنا الصحفية نبقى مع الكركاتير إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم على أمر قبل بشأن��ode شكرا لكم على قبل أن نشاهدها